وانها بتساند وتدعم لو اتكلمنا على ادي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين كلها رايحة للناس مش رايحة لحد تاني كل ده رايح للمواطن دعم المواد الغذائية 25% المواد البترولية والكهرباء مازال هناك دعم حوالي 8% مازال هناك دعم المواد البترولية والكهرباء يعني ما تشلش بالكامل حوالي 8% طاقة بمكوناتها تقترب هي 7.9 نقول 8% مازال دعم مواد بترولية كهرباء مساهمة في الصناديق مع عشات وغيره 35.7 دعم نقضي مازال 6.2% موجود حتى الان يعني رغم كل هذه الازمات الدولة لم تتراجع عن تعهدتها ولم تتأخر عن ما التزمت به وهي ملتزمة بهذا الامر اللي هو اننا الاكثر احتياجا الاكثر تضررا الناس اللي هي تستفيد من المشروعات والخدمات التي تقدمها الدولة قطاعات مختلفة من الدولة العاملين حركة ترقيات لم تتوقف مستمرة وزي ما وعد الرئيس عبد الفتاح السيس ودى توجيه بيها الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين بتوعهم في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية كل ده مستمر كل ده شغال تعيين خمسة مليار جنيه لتعيين ستين الف معلم وطبيب وصيدلي وتلبية الاحتاجات في مختلف قطاعات يعني الدولة شغلها مستمر الدولة شغالة قالك التعينات محتاجين عين رغم ايه الدولة اوقفت بس فيه حاجة النهاردة لأطباء جدد صيادلة معلمين فتعمل خمسة مليار جنيه خمسة مليار عشان نعين ناس زي عشان انا محتاجهم لانه فيه اماكن اخرى انت مش محتاج انا محتاج النهاردة طبيب ازمة كورونا اللي تنين عندنا عجز في الأطباء كتير ولكن قد دوره وما زالوا بي قد دوره عظيم جدا الجيش الابيض بالكامل فيه أطباء كتير بيسافروا للمرتبات هنا ضعيفة جدا الأطباء في مصر مرتباتهم ضعيفة جدا غير بره 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 بياخدوا كده بيعملوا له ايه فالناس يقولك يلا مصر رغم ايه حاجات كتير مش وقتها النهاردة ولكن انت برغم كده التعليم ما احنا كنا منتكلم على محتاجين معلمين جداد وعزين طب يلا 30 ألف محتاجينهم وغيرهم في الأطباء وغيرهم في الصيادلة وغيرهم احتياجات في جهات مختلفة فنعين دول عشان احنا محتاجين ده فتعمل كمان 5 مليار جنيه عشان التعينات الجديدة ده بند كمان اضافة عليك وما تقدرش تقول لا انا عندي ازماء لا انا كمان محتاج ده محتاج عايزين تعليم كويس طب هيجيلك من انت تعليم كويس ادفع واصرف وكلف يجيلك تعليم كويس انما هتقول ما عنديش فلوس وعايز تعليم كويس ازاي زاي مثلا تيجي تقولي النهاردة ايه اعمل لي وعمل لي وعمل لي وعمل لي وعمل وشيل وانا مش هصرف حاجة مش هدفع حاجة اللي هو ما فيش في مكان كده فيش في اي مكان كده بالمناسبة الامريكان بيفكروا ازاي الامريكان ناس لظيفة جدا المواطن الامريكي المواطن الامريكي بيفكر تفكير غريب قالك انا بكلمك على امريكا مش بكلمك على دولة اخرى قالك انا